موبيليس معا نصنع المستقبل مرتفعة أيضا خاصة نحو المناطق الداخلية الغربية بالنسبة لحالة السماء وبدون إطالة خلال نهار اليوم مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب على العموم أجواء مشمسة وهذا على كافة ربوع الوطن لكن حداري هناك بعض الضباب المتشكل حاليا نحو سوحل الوسطى وخاصة الشرقية وكذلك بالمرتفعة الشرقية سيجعل الرؤية ضعيفة تتحسن تدريجيا بالنسبة لمناطق أقصى الجنوبي لغاية مرتفعة الهوغار وتاسيلي ستشهد بعض الصحوب التي تبقى دائما بدون فعالية مع نشاط أيضا بعض الزوابع الرملية التي ستكون محلية ستجعل أيضا الرؤية ضعيفة عن الحرارة القسوى خلال الضهيرة تكون مرتفعة نحو المناطق الداخلية الغربية كاتيرت كغليزان معسكر شلف تقرب 32 درجة 28 درجة بيت نمسان ووهران 23 درجة بالعاصمة وبمردا 26 درجة بتزيبوزو بالبورا كذلك بقسنطينا لن تتعدى 19 درجة فقط بسكيكدا وعنبا 23 درجة بباتنا نفس المقياس بالبيت أما جنوبا في حدو 29 درجة ببسكرا بورقلا 30 درجة بغردايا 31 ببشار 34 بتندوف ببني عباس بأضرار حتى بتميمون وإنصالح نفس المقياس بجنة وتفوق 40 درجة أجوء حارة ستميز أقصى الجنوب لتقرب 43 درجة بإنجزة فيما يخص الملاحة وسيد البحر لنهار اليوم البحر سيكون مضطرب على سواحل الشرقية قليل الاتراب لمضطرب محليا بسواحل الوسطى ومن جميل إلى قليل الاتراب بسواحل الغربية لكن الرياح ستشتد ابتداء من الظاهرة لتقرب 50 كم في الساعة هذا على سواحل الشرقية وكذلك الغربية وتصل أحيانا إلى 60 كم في الساعة نحو سواحل الوسطى تتنى ضمن تيارات شرقية إلى شمالية شرقية جولة خاطف الآن إلى بعض عواصم أوروبا بحول إمتداد المرتفع الجوي سيمتد إلى غاية جنوب ووسط القرى إذن الأجواء ستكون مشمسة على العموم بلجبونة مع 18 درجة في حدو 23 درجة بمدريد 10 درجة فقط بفينا ترتفع الحرارة إلى 22 درجة بإسطنبول بينما لن تتعدى 13 درجة بلندن بينما أجواء غائمة مع أمطار ببرلين مع 9 درجات نفس الأجواء بكياف 8 درجات وكذلك بموسكو مع 10 درجات مئوية نعود إلى أرض الوطن على مسوى العاصمة لنهار اليوم وقت الغروب سيكون في حدود الساعة السابعة مساء و17 دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة يومكم موفق تني تذكير بعد قليل والعودة إلى حبيبة بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر